شارك سعادة الدكتور عبدالحسين بن عالي ميرزا وزير الطاقة في افتتاح أعمال الدورة السادسة لجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة والذي يؤقت في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والذي يأتي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة وقد قدم الوزير ميرزا كلمة في هذا الاجتماع أوضح فيها سراتيجية مملكة البحرين فيما يتعلق باستدامة الطاقة وإيجاد خيارات مناسبة للطاقات المتجددة المتاحة في البحرين ومن أهمها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حيث أوضح في كلمته ما تتطلع إليه الحكومة الموقرة في برنامج عمل وحدة الطاقة المستدامة التي وافق مجلس الوزراء على تأسيسها وتم وضع برنامج عملها ضمن برنامج عمل وزارة الطاقة ضمن البرنامج العام للحكومة الموقرة وأشار الوزير في كلمته لأهم الأعمال التي تقوم بها هذه الوحدة لإعداد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة وتوحيد الجهود الوطنية في هذه المحاور لتحقيق المساهمات الوطنية المتجددة فيما يتعلق بالطاقة وما تم عرضه في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باريس في ديسمبر 2015 إضافة إلى وضع برامج ملموسى لتشريع خطوات توسعية مساهمة للطاقات المتجددة في مزيج الطاقة في مملكة البحرين كما رحب الوزير في كلمته بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة من أجل الاستفادة من خبراتها في هذا المجال الجدير بالذكر أن أسبوع أبو ظبيل الاستدامة هو تجمع عالمي يستقطب الوزراء وصناع القرار في مجالات الطاقة المستدامة والتحديات المرتبطة بالطاقة وأمن المياه وتغير المناخ والتنمية المستدامة ويشارك فيه أكثر من 80 من قادة الدول والوزراء والمسؤولين من أكثر من 170 دولة و33 ألف مشارك الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة هو تجمع لعدد من الوزراء والمسؤولين في الدول المنضمة إلى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والتي تبلغ حوالي 175 دولة والاجتماع حدفه تبادل الآراء حول المبادرات التي تأخذها كل دولة بالنسبة للطاقة المتجددة والمحافظة على الطاقة ونحن اليوم نشارك هذا التجمع في طرح مبادرة مملكة البحرين بالنسبة لإنشاء وحدة الطاقة المستدامة والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة من القطاع الخاص وكذلك إعداد برنامج متكامل وطني للمحافظة على الطاقة في مملكة البحرين شكرا